السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ الدكتور أحمد جد الله مع درس جديد في الريسباريشن في الريسباريشن النهاردة إن شاء الله هنتكلم معكم عن درس مهم جدا 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 الدرس دي يعني بينشرح في البيو كيميستري وبينشرح في الرينا الفيسيولوجي وبينشرح في الريسباراتور الفيسيولوجي وبالرغم من ذلك كثير من الناس ما بيفهمهوش كويس وعشان يتفهم كويس لازم أن نفهم القصة مش هزاي عشان قاطر الموضوع بسيط ولكن عاوز تركيز عاوز ايه تركيز طبعا ايه هو الدرس بتاعنا النهاردة الرول طبعا احنا كنا في درس اسمه دي كان موجود في كتاب الرينا كنا منشرح موضوع الاسد بيس بلانس على بعضيه لكن مع النظام الجديد ونظام الموديولات اصبح دلوقتي احنا منشرح الرول اوف زالانج انزا اسد بيس بلانس الواحده والرول اوف زا كيدني انزا اسد بيس بلانس في الرينا الموديول والرول اوف كيميكالز او بوفر سيستم بينشرح في البايو كيميستر في الاسد بيس بلانس طبعا احنا النهاردة يعني لازم نعرف ان البي اتش بتاعتنا في الدم بتاعتنا لا بد انها تكون ايه في النورمال فاليوز بتاعته النورمال ايه فاليوز بتاعته ما ينفحش البي اتش بتاعتنا تزيد او تقل النورمال بي اتش بتاعتنا من سبعة وخمسة وثلاثين من مية لسبعة وخمسة واربعين من مية يعني شوفوا الرنج قليل خاص لو زاد عن كده يبقى الكالوزيس عن سبعة وخمسة واربعين من مية ولو قل عن سبعة وخمسة وثلاثين من مية يبقى اسيدوزيس يبقى لو قل يبقى اسيدوزيس يبقى البي اتش لو قل تبقى اسمها اسيدوزيس ولو زادت تبقى اسمها ايه? الكالوزيس. تبقى اسمها الكالوزيس. احنا عندنا الواحد لما بياكل الاكل بتاعنا اه الفود بتاعنا بيحصل له ابزوبشن دايجيشن ماشي. بعد كده بيحصل البروتين والكربوهايدريت والفيتس والفاتس. بتبدأ الخلايا بتاعتنا بتكون لنا هايدروجينز وكربون دايوكسايد اه اثناء عملية الميتابوليزم. الميتابوليك الاكشنز. يبقى بتكون كربون دايوكسايد وهايدروجينز. بالتالي الكربون دايوكسايد والهايدروجين دولت هيرفعونا البي ايتش بتاعتنا. هي هيزودوا الحامضية بتاعتنا وهيخلوا البي ايتش بتاعتنا تقل. البي ايتش لما تقل يبقى حصل اسيدوزي. طبعا لما زيد يبقى معناها الكالوزيس. فلما زيد عندنا الهايدروجين وزيد عندنا الكربون دايوكسايد يبقى معناها ان احنا ايه? البي ايتش بتاعتنا هتقل يعني معناها الاسيدة بتاعتنا هتزيد في الدم وهيحصل اسيدوس طبعا احنا عشان يحصل ان كل التفاعلات اللي بتحصل في جسم الإنسان والمتابوليكري اكشنز تحصل عندنا وعضرة القلب تشتغل كويس وكل الاكشنز والبنين يشتغل كويس لازما تكون البي ايتش بتاعتنا في النورمال فاليوز بتاعتنا لو اطلق بطت شوية زادت شوية قلت شوية تحصل مشاكل كتيرة خالص فمن رحمة ربنا بنا ان البي ايتش بتاعتنا داي في النورمال فاليوز بتاعتنا ولازما نعرف ايه اللي بيحافظ عليها ان هي في النورمال فاليوز بتاعتنا وارد ان يحصل ان الاسيدتي تزيد في الدم وارد ان الالكالينتي تزيد في الدم طب ايه اللي يحصل ان لازما يكون في حاجة بتعمل بالانس ضبط ضبط المين ضبط للبي ايتش بتاعتنا ضبط البيئتش بتاعك فاحنا من رحمة ربنا بينا ان احنا عندنا البلد بريشر بتاعنا في النورمال فاليوس التم بريشر بتاعتنا في النورمال فاليوس البلد جلوكوز ليفل في النورمال فاليوس الكالسيم في النورمال فاليوس الفوسرس في النورمال فاليوس ماشي كل دي بايه بسبب ان فيه هوميوستاتيك ميكانيزميس هوميوستاتيك ايه ميكانيزمي يعني بمعنى صح ان البودي سيستمز بتشتغل عشان قاطر تزبطين الحياة ديت والسكر عندنا ما يعلاش عن النورم ولا يجيل عن النورم ويطني في النورمال رينجز بتاعته وكذلك البي ايتش بتاعتنا تتني في النورمال رينجز بتاعتنا لا تزيد ولا تقل فإذا زادت الاسيدي تبدأ بعض الأجهزة تشتغل عشان خاطر تزبطينه مين اللي هو البي ايتش بتاعتنا وما تزدش الاسيدي وما يحصلش أسيدوز ولو زادت الالكالينتي تبدأ برضو بعض الأجهزة تشتغل عشان خاطر برضو ترجع البي ايتش للنورمال طبعا احنا عندنا لما بيحصل بتزيد الكربون دايوصيد بتزيد الهايدرجين يعني معناها بتزيد الاسيدي في الدم طيب احنا عاوزين البي ايتش دي ترجح تاني للطبيعي اللي هو من كام جنا من سبعة وخمسة وتراتين منمية لسبعة وخمسة واربعين منمية لسبعة وخمسة واربعين منمية الافريدي اللي هو سبعة وثرتة واربعين منمية ماشي فيجوم يحصل ايه بقى ان الكربون دايوكسيد بتاعنا دهوت الكربون ديوكسايد بتاعنا دهوت يحصل له ايه الكربون ديوكسايد دهوت يفقد ريموفد بايزة لانجس ريموفد بايزة ايه بايزة لانجس ان الكربون ديوكسايد لما بزيت في الدم يقوم يروح يعمل استيميليشن للرسباراتور سنترس ولما يعمل استيميليشن للرسباراتور سنترس هيحصل حاسمة هيزيد الريت اوف رسباريشن ولما زيد الريت اوف رسباريشن يبقى أنت هتحصل واشنج للكربون ديوكسايد يعني أن أنت تطلع من سدرك كربون ديوكسايد كتير ولما أنت تفقد من جسمك كربون ديوكسايد كتير أثناء عملية عملية الزفير يبقى أنت كده قللت الكربون ديوكسايد في الدم ولما قال الكربون ديوكسايد في الدم يبقى معناها تقلل الأسيدة تقلل مين الأسيدة يبقى اللونج كده دخلت في الموضوع ولا ما دخلتش دخلت في الموضوع كذلك الهايدروجين بتاعنا دهوت يتحد مع البايوكارب يتحد مع مين؟ مع البايوكارب مع البايوكارب ويحصل مين؟ ان الهايدروجين دهوت يحصل له لص عن طريق الكتني يحصل له لص عن طريق مين؟ عن طريق الكتني يبقى عن طريق الايه؟ الكتني ولما نفقد انا الهايدروجين عن طريق الكتني يبقى انا كده ايه اللي حصل؟ يبقى الاسد ده هو لما يحصله ريموفد عن طريق الكيدني يبقى انا كده الحمد لله برضو جللت مين اللي هو يبقى انا كده زبطت البي اتش يبقى انا فقدت الاسد و جللت من الاسد بتاعت الدم والبي اتش بدأت ترجع لمين لنوم ناخد كده براحة كده رسمة بتاعتنا براحة كده يبقى اللانجس والكيدني بتلعب دور كبير جدا في عملية الريجوليشن بلد 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 ب اللي احنا قلناها من شوية حوالي 7.43% لا تزيد ولا تقل لو زادت شوية تعملنا الكالوزيس ولو قلت شوية يحصل لنا إيه أسيدوس إيه بقى الحاجات اللي هي بتزبطنا البي إتش وبتخلينا البي إتش بتاعتنا في النورمال رينج اللونجس والكيدنس اللونجس والإيه والكيدنس وفيه عندنا اللي هو الكيميكال بوفر سيستم الكيميكال بوفر إيه سيستم فيه في الدم فيه أسيد بيز ويك أسيد وويك بيز ويحنا قلنا الكاند في إيه لما كنا نتكلم عن الفنكشنز أوفز الاسبراتوري سيستم قلنا إن الدم بتاعنا فيه ويك أسيد وويك بيز الويك أسيد ده هو مهمته في إيه لو زادت الألكنانتي في الدم لأي سبب ما يبدأ الويك أسيد ده يتحد معه ويقلنا مين الألكنانتي والويك بيز الويك ألكن يعني قلو الضعيف ده مهمته لو زادت الأسيدة في الدم يوم يتحد معاه ويقل المين اللي هو مين الأسيدة يقل المين الأسيدة ويرجع البي إيه للنهار دي موجود في الدم بتاعنا موجود في الإيه في الدم بتاعنا ودي هتخدوه في البايو كينستر وأنا شرحته قبل كده بس إيه مش بالتفصيل يعني النهاردة إحنا نتكلم على الرول أوف لانج الرول أوف لانج الرول أوف لانج بيشتغل عن طريق إيه بيزبط البي إيتش إزاي إحنا قلنا الكربون ديوكسايد بتاعنا دي بينتج نتيجة أي معظم الميتابوليك الأكشنز بينتج عنها كربون ديوكسايد وهايدورشيز يعني إيه يعني إحنا لو تنينا لو ما فيش حاجة بتخلصنا من الكربون ديوكسايد اللي بتكون دهو بيتراكم داخل الخلايا والتيشوز إيه اللي هيحصل إيه اللي هيحصل إن إحنا هيحصل أسيدوزيز والبي إيتش بتاعتنا تجل ماشي فتقوم اللانج بتاعتنا بتزبط لنا الكربون ديوكسايد ليفل دهو بتاعته في الدم إنه ما يزيدش عن حد معين وما يقلش عن حد معين فلو إحنا حصل لنا أسيدوزيز في الدم تقوم تيه تقوم تخلصنا من كمية كبيرة من الكربون ديوكسايد يقوم ترجع البي إيتش للنورمال ليفل طب لو إحنا عندنا الكاريوزيز في الدم تقوم لا تعمل CO2 retention يعني تحتفظ بالبيئ السي الكربون ديوكسايد في جسم الإنسان ويقل عملية إيه إخراج أو التخلص من الكربون ديوكسايد ماشي يبقى عن طريق مين إن هي بتغير من الريت والفوليوم بتاعت الفنتيليش الريت والفوليوم بتاعت الفنتيليش هنعرفها دلوقتي طب والكيدني بتشتغل إزاي بتشتغل عن طريق إن هي لو زادت الأسيد دي في الدم يعني البي إيتش بتاعتنا جلت ما هي البي إيتش لما تجل يبقى معناها أسيدوز فلو زادت الأسيد بتاعتنا الكيدني تعمل إيه إيه الرول بتاعتنا أنها تضبط البي إيتش تقوم الرول تخلصنا من كمية كبيرة جدا من الأسيد ماشي وتعمل ايه تاني تمتصلنا البيوكارب من الجولوموري لالفلتريت يعني تزود حاجة تزود اخراج حاجة تزوده في البول اخراج حاجة في البول وتمتص حاجة تمنع ايه نزولها في البول وترجحها للدم تاني يبقى لو زادت الاسيدتي في الدم هتعمل ايه هتعمل هتزود الهايدروجين انسكرشان في اليورين وبالتالي هتجلل الاسيدتي بتاعت الدم والبي ايتش بتاعتنا ترجع للنور وفي نفس الوقت تمتص البيوكارب اللي هو ايه قلوي البيوكارب اللي هو ايه اللي هو الاتش سي او سري اللي هو القلوي من الجولوموري لالفلتريت يعني ما بتخلهوش ينزل في اليورين وتمتصه تاني وترجعه المين للدم تاني وبالتالي البي ايتش بتاعتنا هيحصلها ايه هترجع للنور بصوا معايا كده في الرسمة بتاعتنا دي الرسمة بتاعتنا دي بتقول لو البي ايتش بتاعتنا قلت يبقى معناها اسيدوز دي على الشمال علمين البي ايتش بتاعتنا لو زادت ايه بسماء الكالوزز زادت ونقصت عن كام انه سبعة وثلاثة واربعين من مي سبعة سيفن بوينت فورتي ثري لو حصل أسيدوززز يعني ايه أسيدوززز يعني زاد الكاربون ديكسايد في الدم وزاد الهايدروجين في الدم انتو خدتو في الريجوليشن اوف ريسبيريشن لو زاد الكربون دايكسايد في الدم وزاد الهايدروجين في الدم دي بيروح يعمل استيميوليشن استيميوليشن لمين للبريين اند ارتيريال ريسبتورس بيروح يعمل استيميوليشن للرسبيراتوري سنترس بيروح يعمل استيميوليشن لمين للرسبيراتوري سنترس يبقى لو زاد الكربون دايكسايد وزاد الهايدروجين براجع الدرس ده هتلاقي بيعمل ايه بيعمل بيزود اللي هو بروح يعمل استيميوليشن لمين للرسباراتوري سنترز يقوم الرسباراتوري سنترز يطلع منا دي ستشارج كتير دي ستشارج كتير ويتزود لنا لل ايه للرسباراتوري ماصلز وليه للرسباراتوري ماصلز فيزيد عملية مين الرسباراتوري الرسباريش والرسباراتوري ريت يزيد عملية اللي ايه الرسباريش يجوم ايه اللي يحصل لما يزيد عملية الRespiration يعني كلمة Hyperventilation يعني بيزيد الRate of Respiration هكذا يعني ايه الواحد ايه نفسه يعلى نفسه يعلى يبقى معناها الExpiration زاد يعني معناها كمية الكربون ديوكسيد اللي هتطلح كتير يبقى معناها ان انا كده ايه كده انا فقط كمية من الكربون ديوكسيد كتير يبقى كده انا لما نفقد كربون ديوكسيد كتير يبقى انا تخلصت من الكمية الزايدة في الدم من كمية الكربون ديوكسيد العالية في الدم وبالتالي الاسيدة بتاعتنا مش هحصل اسيدوزيس وبالتالي الPH بتاعتنا هترجع لمن هترجع لنورم هترجع لمن لنورم تبقى انا لما قلل كربون ديوكسيد في الدم هيجلل الH2CO3 يبقى بالتالي لو قلل ال H2CO3 اللي هو أسد يبقى البي اتش بتاعتنا هتعلى بعد ما كانت واطية بعد ما كانت واطية هيت على الشمال هي هتبدأ البي اتش بتاعتنا ترجع تاني وتطلع تعلة تاني عشان ترجع للنورمال بتاعنا يبقى انا كده وصلت عن طريق اللانج ان اللانج بتريجيوريت اللي هو البي اتش عن طريق ان هي بتتحكم في عملية الريسبيريش تزود الريسبيراتور الريت فيحصل هايبرفنتيليش تلو مين لو زادت الكربون دايبسايد في الدم او الهايدرش بروح يعمل استيميليشن للريسبيراتور سنترز وبالتالي هيزيد الريسبيراتور الريت وبالتالي هيحصل هيحصل واشنج او هنتخلص من اللي هو كمية من الكربون دايبسايد اللي في دمنا في دمنا عن طريق الاكسهالاشن والاكسبيراشن وبالتالي هيجيل لتكوين مين الاتشي تو سي او سري لان الكربون دايبسايد لما بزيد في الدم بيتحد مع الاتشي تو او ويقولينا اتشي تو سي او سري اتشي تو سي او سري اللي هو حامضي فلما يجيل لالاتشي تو سي او سری في الدم وبالتالي البي اتش بتاعتنا هت ايه هتبدأ ترفع هتبدأ ايه ترفع وبالتالي كده الحامضية قلت ولا ما قلتش وهبالتالي حصل ريجيوليشن دي الرسبيريشن ولا ما حصلش حصر ريجيوليشن لمين ليه اللي هو البي اتش ولا لا حصر ريجيوليشن البي اتش تهب في المقابل بقى لو ان على العكس البي اتش بتاعة الدم زادت لا اي سبب ما حصل الكالوزيس يبقى البيتش لما بزيد اسمها ايه الكالوزيس زي ما انتو شايفين هو تعلمين هيحصل ايه هيقل الستميوليشن بتاع الريسبيراتوري سنترس هيقل مين الستميوليشن بتاع الريسبيراتوري سنترس يعني حصل الكالوزيس يعني الكربون ديوكسايد في الدم و الهايدروجين في الدم يعني معناها هيقل إلي أن做 المستيميل نظمة الريس subdieurائي معرفيت الكربوندائيك السايد والهيدوجات لو قلوه في الدم هيقل الاخير بتاعها على العنى والا lingerie هيقل الريس soc ولو قال الرسبيرات والريت يعني ايه حصل هايبو فنتيليشن يعني معدل التنفس يقل لما معدل التنفس يقل يبقى معدد الاكسبيريشن هيقل يبقى سي او تو اكس او او واشنج من البودي عن طريق الاكسبيريشن هيقل يبقى الكاربون دايكسيت هيزيد في الدم ولا مش هيزيد هيزيد في الدم ولما يزيد في الدم هيزيد هيزيد هيتحد مع الووتر ويقولينا اتش تو سي او سري اللي هو حمضي وطبعا الحمضي هيعادل مين الالكالوزيس يبقى البيه اتش ترجع لمين تبدأ تجل بعد ما كانت عالية تبدأ تجل وترجع للنور يبقى بتجل هنا لحد ما ترجع للنور على المين هاو وعالشمال هتزيد لحد ما توصل لمن لحد ما توصل لنور يبقى احنا عرفنا ان البيه اللونج بتتحكم في البيه اتش عن طريق ان هي بتتحكم في مين في الريت اوف ريس بايريشن اكوردن جتول كونديشن لو اسيدوزيس هيحصل ايه هايبر فينتيليشن وهنا تخلص من كمية كبيرة من الكاربون دايوبصايد وبالتالي هيجيل لتكوين اللي هو الكاربونيك اسيد اللي هو ايه توسي او سري وبالتالي البيه اتش بتاعتنا هتزيد وهنوصل للنور؟ هتزيد مش هتزيد عن الطبيعي هتزيد لحد ما توصل للمين للنور في المقابل على المين هو لو حصل ان البيه اتش بتاعتنا زادت يعني زادت؟ يعني حصل الكالوز يعني حصل الكالوزيس يعني جلل هيدروجين في الدم وجلل كاربون دايوبصايد في الدم وجلل كاربونيك اسيد في الدم هيحصل ايه؟ هيجيل للاستيميوليشن للرiezou hydrocent هيحصل ايه؟ هيجيل للرiezou hydrocent يعني هيحصل هيبوفنتلاشن ولما يحصل هيبوفنتلاشن يبقى هيجلي الي هو المنقى من 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 الرئة وبالتالي هيزيد منين لو شاشة كمية من منزل الكربون دايكسيد من من الآثور يبقى هيزيد في الدم يبقى هيزيد فيه؟ في الدم يعني هيحصل حاسمها CO2 لما هيزيد السيواتو في الدم بالتالي CO2 بيمسك في مين في الكربون في الواتر ويقولينا كربونيك أسد الكربونيك أسد دي حامضي يعادل مين الألكلينة بتاعة البي اتش ويرجحها المين للنورمال ياريت كون انتوا فهمتم الكلمتين اللي انا ايه قلتهم دول يبقى انكاز اف أسيدوزس زي ما انتوا اخذين بالكو في الرسمة بيقل البي اتش بيقل مين البي اتش نتيجة مين في حالة الأسيدوزس بيزيد الهايدروجين وبيزيد الكربون دايوكسايد وبالتالي دي هتعمل ايه استيميوليشا للرسبيراتوري سنتر وبالتالي هيحصل هايبرفينتليشا ديب اندرابد رسبيرشا وبالتالي هيؤدي الى واش اوف كربون دايوكسايد في الاكسهاليشا وبالتالي وانتوا عارفين طبعا الكربون دايوكسايد دي بيدخل في الفورميشن بتاع الأسيدس فلما نتخلص منه يبقى انا كده هنجلل من الأسيدتي ماشي؟ يبقى هايقل للأسيد فورميشن في البلط يبقى البي ايتش بتاعتنا هتزيد وهترجع للايه دي نورم طب في حالة الالكالوزيس يعني الالكالوزيس يعني البي ايتش بتاعتنا زاد يعني الاسيدز قلت في الدم يعني الهايدروجين قل في الدم يعني الكربون دايوكسايد قلت في الدم يبقى هايقل للستيميوليشا للرسبيراتوري سنتر انا عاملها لكوهية ايه؟ شورطها اهيه ولما اقل للإيه؟ الاستيميوليشا للرسبيراتوري سنتر هيحصل هايبوفينتليشن يعني سلور اسبيراشن ولما اقل للهايبوفينتليشن هيقل الاكسبيراشن وهيقل إيه؟ إخراج الكربون دايوكسايد في الاكسبيراشن هيحصل ريتينشا للكربون دايوكسايد في الدم وبالتالي هيزيد الاسد فورميشن في البلط وبالتالي هيقل البي اتش باك تو زا نورما كده يبقى اللانج عرفنا اللانج ازاي ان هي بتتحكم في البي اتش بتاعتنا قلنا عن طريق من ان هي بتزود الريت بتتحكم في الريت لو فيه اسيدوزيس يحصل hiperventilation لو فيه الكلوزيس يحصل hypoventilation يحصل hiperventilation في حالة الاسيدوزيس عشان يخلصنا من كمية الكاربون دايكوساط اللي زايدة في الدم في عملية وبالتالي يبقى احنا كده هارجعو البي اتش البي اتش للنورمل وفي حالة الالكلوزيس يقل الرزبيرات هو الريت عشان قطر نحجز كمية كاربون داكوسط في الدم وبالتالي هيتكون أسيد تعادل هذي الالكلوزيس وبالتالي مين نرجع للطبيعة ندخل بعد كده على درس مهم جدا جدا اسمه على الرسباريش على الرسباريش طبعا معلوم يا أولاد أن أثناء المسكولر أن الفينتليشن بيوصل ل120 لتر في الدجيجة أو ممكن يزيد عن كده عشان طبعا انتليلت لوقت بتعمل المسل فالمسل دي محتاجة أكسجين ومحتاجة أن هي تتخلص من الكاربون دايكسايد الزيت فيها ومحتاجة هيت أن هي تفقد هيت دي كله هيحصل إزاي ناشي لازما يزيد الرسباريات والريت لازما يزيد من الرسباريات والريت ولازما يزيد الفينتليشن لحد ما يوصل ل120 لتر في الدقيق عشان توصب لاي إكسس أكسجين ماشي حوالي أربعة لتر في الدقيقة أو أكتر وخلصنا إليمنيت إكسس كاربون دايكسايد يعني لحد تمانية لتر في الدقيقة لحد تمانية لتر في في الدقيقة يبقى الانكريز في الفينتليشن أثناء المسكولر إكسرسايز عشان خاطر إيه عشان خاطر مين عشان خاطر يقدر يواكب الظروف الجديدة هو الواحد لما يجري كتير زي لما يعمل مجهود شاق زي ما يعمل مجهود بسيط زي ما يعمل مجهود متوسط لا شك أن أنت لما تعمل مجهود شاق سيفير إكسرسايز غير لما تعمل مدرت إكسرسايز غير لما تعمل ميلد إكسرسايز فأنت لما أنت تعمل ميلد سيفير إكسرسايز أكيد أنت محتاج أكسوجين أكتر من المدرت إكسرسايز وأكتر من الميلد إكسرسايز خلاص فلو عندنا الإكسرسايز دي ميلد الفينتليشن هيزيد والديبس هيزيد هيزيد وطبعا الديبس هيزيد دي بسبب مين اللي هو الستيميوليشن اللي هو الهير سنترز يعني انت لو المسل ده هو ميلد بسبب زيادة مين زيادة الدبس الدبس لو لاحظة بيعمل ميلد ايه هيكون الهير سنترز ودي بسبب زيادة الدبس ودي بيكون سبب بسبب بسبب طلعه منين من الهير سنترز أوفزا بريغ طب لو الاكسرسايز دي بجأ أشد شوية السيفيريتي بتاعت الاكسرسايز زادت شوية يعني الاكسرسايز بجأ مدرت اكسرسايز بدل ما هو ميلد اكسرسايز بدل بجأ مدرت اكسرسايز الهينتوليشن هيزيد بس هنا بسبب بسبب زيادة مش الدبس بقى بتاعت البريسن بس الدبس والرات أوف بريسن الدبس والرات أوف بريسن يبقى لما كان ميلد اكسرسايز الفنتوليشن زودت مين الدبس أوف بريسن بسبب ان حصل استيميليشن للرسبيرات والسنترز لان فيه سيجنلز جات لها منين من الهاير سنترز اللي هو الكورتكس و اللي هو الليمبيكس سيستيم والسربيلا طب لما السيفيرتي بتاعت الاكسرسايز زادت شوية والاكسرسايز بقى مدرت بقى مدرت اكسرسايز الفنتوليشن انكريز بسبب بسبب زيادة مين اللي هو الدبس والرات أوف بريسن الدبس والرات أوف بريسن طب بسبب ايه بقى ايه اللي بيخلي الدبس والرات أوف بريسن في المدرت exercise بيزيد بسبب excessive stimulation respiratory centers بواسطة signals طالعة منين من الكيمو receptors للكيمو ايه للكيمو receptors ماشي يبقى احنا عرفنا لو هو mild exercise الventilation بيزيد بسبب زيادة في dipsy of breathing ودي dipsy of breathing بيزيد بسبب nervous mechanism بسبب من respiratory centers stimulated by signals من limbic system والbrain والmotor cortex والسربلا طيب لو severity بتاعت الاكسرسيز زادت الventilation بقى مودرة اكسرسيز الventilation increases بسبب انكريز